السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الصف الأول السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سر التفوق النهاردة اسمحولي أكون معكم بدل من مستر زاكي حالة صحية إن شاء الله طريعة واتعدي وهنستكمل إن شاء الله مع بعض النهاردة ما انتهى به الأستاذ زاكي في الحلقة السابقة الأستاذ زاكي يتكلم معنا في الحلقة السابقة على المعادلة الكيميائية وإزاي أحسب من معادلة كيميائية موزونة كيميات بعض النهاردة استكمالا لما سبق بعض الأجزاء وهنكمل إن شاء الله الدرس اللي وراء اللي هو الصيغ الكيميائية في الفصل الثاني نبدأ مع بعض إن شاء الله على خير البداية كان في معادلة كيميائية موزونة يعني إيه؟ يعني إن شاء الله هنبدأ مع بعض معادلة كيميائية موزونة إزاي مسألة تجيلك عليها وإزاي تتحور المسألة في أكتر من اتجاه وإزاي تتعامل معها أول مسألة بتقول أوجد حجم بخار الماء الناتج من تفاعل 8 جرام من غاز الأكسوجين مع وفرة من غاز الهايدروجين ويديك المعطيات الـ يبقى هنا فيه أكسوجين طيب الغاز الأكسوجين هيطلع لك لوحده مية هتقول لي لا يبقى أنا لازم أكمل المعادلة هقول يبقى الأكسوجين زائد مين زائد الهايدروجين هيديني مية عملت المعادلة بتاعتك هتبدأ تعمل لها عملية وز هنا 2H داخلين 2H خارجين طب 2O داخلين O واحدة خارجة تعمل إيه تعالى نعلمك حاجة كده بعيد عن المسألة في طريقة وزن المعادلات يعني يعني ما بتيجي توزن المعادلة في بعض القواعد كده اللي بنستخدمها في الكتب العالمية بتريحك تماما في وزن المعادلة ازاي تعالى ناخد بنا قاعدة نهاردة او اتنين تريحلك الدنيا في موضوع الوز بوس يا سيدي لما يقول لك مثلا ألمونيوم زائد أكسوجين يديك أكسيد ألمونيوم وقول لك يوزنني المعادلة دي هتقول لي ايه هتقول هاوزن الأيقل احط اتنين لا 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 اول قاعدة علمها لك انك كما تيجي توزن معادلة كيميائية بتبص على الأنيونات اللي عندك نحيا اليمين يعني ايه يعني ما ادورش على ال او ادور على ال او ليه ال او في نحيا اليمين ماشي طب دي اول حاجة اه يبقى دي اول قاعدة انك تدور على اليمين الاول مش الشمال الأنيونات قبل الكاتيونات ماشي قاعدة تانية قاعدة اسمها قاعدة التتالي او التوالي سيكنس بمعنى ان العنصر بتاعك يخش برقم ويطلع بالرقم اللي وراه ازاي مثلا هتلاقي هنا الاكسجين داخل بكام باتنين خارج بتلاتة طب يفرد داخل باتنين خارج بواحد عادي طب واحد خارج باتنين طب تلاتة خارج باربعة فيش مشكلة بنسبان مدام رقمين متتاليين بالطبق قاعدة اللي هقولك عليها طب بتعمل ايه كل اللي بتعمله بتاخد التلاتة من هنا تحطها لهنا وتاخد الاتنين من هنا تحطها برا اوعى تفكر انك تحطيلي اتنينات جوه الرنز بواسط الدنيا يبقى انت حاطيت هنا اتنينات طب تعال كده نحسبها كده اتنين في تلاتة بكام هتقولي بستة او طب تلاتة في اتنين بكام بستة او يبقى انت كده وزنتلي النيحية اللي مين اللي انا عايزها طب النيحية الشمال انظمها النيحية الشمال يا بتتوزل لوحدها ينا بتحتاج لها رقم ازاي هنا اتنين في اتنين بكام هتقولي باربعة خلاص حط هنا اربعة على نفس النصق ده ممكن نشتغل معادلة كمان ازاي في اي زائد سي ال تو في اي سي ال سري ايه قصتك في المعادلة دي لما اسألك قولك هتوزن ايه هتقولي هوزن السي ال شمعن هي النيحية اللي مين ماشي طب يا رئيس دخل بكام باتنين فارج بكام بتلاتة هتعمل ايه هتقولي يا مستر اخد التلاتة دي احطها هنا والاتنين دي احطها هنا كده معاك كم سئل ستة سئل كده معاك كم ستة سئل كم في ايه كده هتقولي اتنين هتحطي لي هنا اتنين طب في اوقات ممكن ما نحتاجش فيها ان احنا نحط ارقام في الجنب الشمال اه زائد المعادلة دي كده اني تو بلس اتش تو س ان اتش سري طب ان زمج فيها هتزبط ان يحيال يمين ماشي هنا اتنين هنا كام تلات بد يبقى هنا تلات خد الاتنين حطها لي هنا كده ستة اتش طب وكده ستة اتش زبطنا اليمين كام ان اتنين طب ما هي داخل اتنين خلاص مش هحط حاك تفعنا وما تنساش خلور كلورين س لتو النون نيتروجين ان تو الالف اكسوجين او الاف فلورين اف تو وال اتش هايدروجين اتش تو او طيب بالنسبة لنا دول ايه نظامهم دول اول لما يقول لك اكسوجين جاز تحط لي او طب نيتروجين جاز تحط ان تو مانفعش اكتبها لي ان واضح ده كانت حتة كزا سريعة عشان اما تيجي تعمل المعادلة يعني ايه يعني احنا لما ليجي نتكلم على المعادلات مش شرط هو هديك المعادلة في المسألة لا ده هيعمل ايه ده هو هيخليك انت تبني المعادلة وبعد ما تبنيها توزنها وبعدين تشتغل على المسألة بتاعتك طب نرجع للمسألة اللي احنا كنا شغالين عليها كانت بتقول ايه مسألة كانت بتقول اوجد حج بخار الماء الناتج من تفاعل 8 جرام من غاز الاكسوجين مع وفرة من غاز الهايدروجين وبيديك الجيفن بتاعك او المعطيات اوكي الناحية اللي من انظامها هنا اتنين كويس طب هنا كام هنا واحد هتعمل هنبدل بتاخد الاتنين دي تحطها لهنا اوكي كده بقت اتنين او ماشي اربعة اتش هتحط لهنا اتنين خلاص طب الواحد هتحط هنا مالوش لازم دي اول نقطة في المسألة طب نيجي لي النص التاني او المسألة نفسها عايزة اي اول حاجة بتقول اي اوجد حجم بخار الماء بخار الماء ربعا انا اعلم على ده انا عايز دي من تفاعل تبني جرام من غاز الاكسوجين عايز دي مع وفرة من غاز الهيدروجين ده مكمل للتفاعل مش هدخله جوه المسألة يبقى اذا العلاقة هنا اللي هتشتغل عليها نعلمك طريقة سهلة تحل بها المسائل تعمل لكده بلونات لذيذة تريحك بالشكل ده ونقول فيها عندك ارقام هنا هتقول لا يبقى كده واحد في ارقام هنا اه اتنين ايدي ده واحد مول ايدي اتنين مول او يبقى اول بلونتين عندك بتحط عدد المولات اللي موجودين واحد مول اتنين مول تمام دي اول نقطة وارجع للمسألة المسألة بتقول اوجد حجم حجم اه بخار مين الماء تحت البلونة طيب بخار المية هنا علامة استفهم وحط جنبها لتر لتر ليه عشان بيقول لي حجم ماشي وبعدين تمانية جرام اوكي من غاز اكسوجين يبقى تحت الاكسوجين هنا هكتب تمانية جرام كده بدأت توضح معي ايه قصتك انا عايز دي خلاص هتقول لي هعمل كروس مقص هضرب ديب دي على دي اقول لك لا استعن قواعد المقص هنا ايه قواعد المقص بتقول يقول البلونات اللي قدامك دي وحدات قياس واحدة يكون لها مولات يكون لها جرامات يكون لها لترات او على الاقل الجنب ده لوحده شبه بعض يا لترات يا مولات الجنب ده لوحده شبه بعض يا مولات يا جرامات على الاقل طيب تعال نشتغل انت عايز ايه عايز حاجة باللتر اه حول المول للتر ايه العلاقة بين المول واللتر خذها كده قعدة الوان ايه مول الحجب بتاعه 22.4 لتر 22.4 لتر طيب لو عايزه ماس يعني ماس كتلة تحسب لي الكتلة المولية اللي هي المولر ماس طيب لو عايزه عدد هتكتب لي عدد 6.02 يعني 26 من 100 في 10 أو 23 طيب ده الواحد مول بـ 22.4 طيب افرد كانوا اتنين مول هتدرب اتنين في 22.4 طيب افرد العدد هنا واحد مول في الرقم ده طيب اتنين مول هتدرب اتنين في الرقم ده يبار خطوتك هنا ايه هتحول مين لمين المول لليتر ولا لتر للمول لا الاسهل طبعا انا عايز حاجة بالليتر بقى احول ديات لليتر كام مول هتقول لي اتنين ماشي في كام اه في 22.4 من 10 اللي هيطلع هيبقى بالليتر هتطلع لك 44.8 من 10 لتر وتحت علامة استفهامك بالليتر كده انت الناحية دي بقت زي بعض طب الناحية التانية دي كام دي 8 جرام خلاص احول المول ده لجرام ازاي القوب كام القوب 16 ماشي دي قوتو اه يبقى 16 في 2 تطلع بكام 32 جرام يبقى هنا 8 جرام 32 جرام هنا 44.18 لتر وهنا علامة استفهام بالليتر يعني انا دلوقتي لما ارسمها لك مع بعضها هتلاقي ان انت وحدت الجنب اليمين ووحدت الجنب الشمال في وحديات القياس طب ازاي تعال نشوفها هنا كده بالشكل اللي قدامك النظام رقم واحد هنا بقى 32 جرام وقدامه 44.18 لتر نبلونها لتحتها 8 جرام قدامها علامة استفهام بالليتر كده تعمل كرس اه تعمل من المقص مستريح طب انت عايز دي يبقى دي في دي على دي هتبقى ازاي هتبقى 8 مضروبة في كام ف44 و8 من 10 مقسومة على 38 على 8 فيها الواحد على 8 فيها الاربعة هتطلع لك هنا الرابع بالزبط يعني 11 مثلا و2 من 10 اي لتر دي كانت اول مسألة معنا بتتعامل فيها مع المعادلة انت اللي بتعمل المعادلة وبعدين ترجع توزنها وبعد ما بترجع توزنها بتبدأ تشتغل الحسابات عليها هناخد مسألة كمان من نفس النوعية قبل ما نخش في درس الصيغ الكيميائي المسألة بتقول ايه تعالا نشوف اوجد حجم النيتروجين اللازم لانتاج انتاج سبعتاشر جرام من غاز الامونيا عند تفاعل النيتروجين مع الهيدر المعطيات بتاعتك الان باربعتاشر واله بواحد قوة حاجب مين النيتروجين خلاص النيتروجين ان ولا انتو لأ هترجع للورقة اللي في كنافها هتلاقيها انتو انتاج يبقى في سهم النيحية التانية كده ليه انتاج بقى بروداكت ايه الامونيا رمزها النيتش سري الان ما ينفعش لك النيتش سري لوحد لازم هتفعل مع مين مع الهيدروج اللي هو الدهولة طب الهيدروجين الرمزه ايه موجود اه اتش معادلة بزبط النيحية بنزبط النيحية اليمين يعني هزبط اله ماشي تعال هزبط اله هتقول ايه هقول هنا دخلة كام باتنين الخرجة كام بتلات خد التلاتة حطها لهنا وبعدين حط الاتنين هنا طب الانات كده كام اتنين 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 ماشي هنعمل دلوقتي هنختار من المعادلة ال تو انا عايز ده لانتاج 17 جرام منين من الاموني انا عايز دي ما جبت سيرة الهيدروجين في جرامات ولا في مطلوب يبقى انا مش عايز تصبح المعادلة معك ايه نيتروجين مع اموني اكي بالشكل ده طيب هتعمل ايه نعمل بلونة ايه القصة فيها ادي واحدة تحتها واحدة نحية تانية واحدة تحتها واحدة وامشي معها واحدة واحدة اوجد حجم النيتروجين لا استهلنا مصر احنا ما قالوا لنش دول في ايه اه هو فيه ارقام هنا لا مفيش بقى انت استعملت من المادة دي واحد مول في ارقام هنا اه اتنين مول اوكي نرجع بقى للي تحت نقرأ مسألتنا اوجد حجم النيتروجين يبقى تحت النيتروجين هنا في البلونة الفاضية عليها تستفهم وكلمة لتر ليه لتر عشان هو عايز حاج لانتاد سبعتاشر جرام من الاموني يبقى في البلونة دي سبعتاشر جرام بتاعة الاموني ونبدأ نفس الفكرة ايه قصتك ده لتر انا عايز حاجة بالليتر اوكي ده ايه ده مول طبعا نحاول المول لليتر اللي سامل دهالك طب دي سبعتاشر جرام ماشي دي كم مول اتنين مول خلاص ما توزنه هتعمل ايه هتقول اتنين مول تفتح كوس الان مدهالك بكام باربعتاشر يباربعتاشر زاد الاتشب كام بواحد واحد في تلات تجمعهم يطلع عليك سبعتاشر تضربهم في اتنين اربعة وثلاتين يبقى كده اربعة وثلاتين ايه ما تنساش جرام يبقى انا دلوقتي لو حبيت عملها بالشكل ده هقول ايه قصتك كدتال هنا بقت البلونة دي والبلونة دي لترات 22 واربعة من عشرة هنا علامة استفهامي ناحية التانية اربعة وثلاتين جرام تحتها سبعتاشر ده جرام ده جرام اعمل المصلص اه اعمل الكروز بتعمل استليح هتعمل ايه في الكروز انت عايز دي اه يبقى تعمل ايه هتقول لي دي في دي على دي يبقى كام 17 في كام في 22 واربعة من عشرة على 34 دي فيها الواحد دي فيها الاثنين تقسم دي تطلع لك 11 واثنين من عشرة ايه لتر ده كان نهاية موضوع المعادلات الكيميائية او حسابات متعلقة بمعادلة كيميائية موزونة سواء هو داك المعادلة سواء انت عملت المعادلة بالنفسك وحطيت المسألة واشتغلت عليها هنبدأ دلوقتي ان شاء الله مع بعض درس جديد تماما وهو درس الصيغ الكيميائية وازاي يجي لك فيها مسائل ويعني ايه صيغة كيميائية اولا وانواع الصيغة الكيميائية ايه وهنبدأ مع بعض واحدة واحدة نبدأ مع بعض على خير صيغة كيميائية ايه هي تعالى كده نشرح لك بوسط اتشي سيكس طب ايه سي تو اتشي سيكس دا اول صالة اسأله لك اه لما بصيت على الشكل دا دا عنصر ولا مركب هتقول لي لا دا على طول مركب طب مركب ليه عرفت منين هو مركب هتقول لي عشان يا مستر دا مكون من عنصرين مختلفين وفيه نسب قدام عين والمركب بيكون من اتحاد عنصرين بالنسب وزنية سبت طيب يبقى انت اول ما بصيت على الصيغة دي عرفت ان هو دا مركب ماشي مكون من ايه تقول لي مكون من كربون ومكون من هيدروجين طيب الصيغة اللي بينهم دي العدد دي انزمها الريشو كام او النسبة بينهم كام هتقول لي 2 ل6 اذا دي دي النسبة الاصلية او دي النسبة الاصلية ينفع تبصتها هتقول ليها طبعا سهلة من الصغير فيهم الاتنين هتقسم عليه هنا وهتقسم عليه هنا اوكي اوكي طب اتنين على اتنين بكام واحد ست على اتنين بكام تلات اوكي يبقى الكربون ابسط رقم لي وابسط نسبة لي كام هتقول لي واحد هيبقى سي واحدة الاتش ابسط حاجة لها كام هتقول ليه تلاتة يبقى اتش تلاتة ونقف هنا شوي دي كده سيغة مبسطة ولا سيغة اصلية هتقول لي لها سيغة مبسطة السيغة المبسطة يطلق عليها اسم السيغة الاولية بالانجليش عشان بتقول لغات اسمها empirical formula طيب السيطو اتشي سيكسي دي مش دي السيغة الاصلية اه طب اسميها ايه دي بتسمى باسم ايه السيغة الجزائية او السيغة الكيميائية طب انا عايز ارجع السيغة الاولية للسيغة الكيميائية مرة تاني اعمل ايه هتقول لي بسيط هضربها في اتنين مش معنى لان انت قسمت على اتنين السي هنا واحدة عايز تخليها سي اتنين اه ضربها في اتنين اوكي الاتنين دي بتسمى ايه انت ضربت اه ضربي عن التكرار اوكي يبادى بيسميها وحدات التكرار هتكرر السيغة دي كم مرة عشان توصل لدي هكررها مرتين اوكي ماشي طب واحدة كمان عشان نفهم لستة لتسعة طب ينفع عن بساتها عن كده اه ينفع هتقسم على ايه هتقسم على الصغير مين الصغير اللي معاك تلات يبقى اسمين على التلات تلاتة 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 ايه هتقول لي دي صغة مبسطة يعني ايه يعني اول ايه طب انا عايزة رجع دي تاني اه هتقسم على المرة دي هتقلي في تلاتة ليه تلاتة في الان هتطلع لك ان سري اتنين في التلاتة هتطلع لك بست اكيه طيب التلاتة في التلاتة هتطلع لك بالتسعة يبقى انت اسم تعليم ترجع تضرب عليه تاني طب هو في المسائل هتدينا على الحاجات دي لا انت لا توجد دي تمام من هنا بنعرف حاجة ان انا عندي حاجة اسمها صيغة كيميائية او جزائية بتمثل العدد المحدد والمثابت الموجود فعليا وصيغة اخرى بتمثل ابسط نسبة موجودة بين العددين طيب كعالة نكتب التعريفين بتوع السيختين دول عشان نتعامل معهم الصيغة الاولانية تسمى صيغة جزائية او كيميائية دي هذه الصيغة التي تعبر عن العدد الحقيقي والفعلي والنسبة بين العناصر داخل المركب نسبة فعلية طب والتاني لا الصيغة الاولية بتعبر عن ابسط نسبة عددية بين العناصر في هذه المركبات طب تعالى نكتب التعريفين دول وبعدين نبدأ في المسائل اول حاجة هنبدأها هنقول الصيغة البوزيائية او الكيميائية كتعريف ايه هي هنقول هي الصيغة الصيغة التي تحدد ايه نوع والعدد الفعلي بين العناصر او بين زرات العناصر داخل الجزائق او داخل المركب لين صح طب الصيغة الاولية انظم هي الصيغة التي مال تعبر عن عن المرة دي ابسط نسبة عددية بين ضرات العناصر داخل الجزائق او داخل المركب طيب من الشكل اللي احنا كنا شغالين عليه ده انو كنا طلع قانون يعني ازاي طلع قانون لو انا قلتلك دي عبارة عن دي مضربة في وحدات التكرار صح ولا غلط هتقولي صح ما دي هي دي بس بعد مضربة هنا يعني اقدر من هنا اقول قانون يقول ايه ان الصيغة الجزائقية تساوي الصيغة الاولية مضربة في ايه عدد وحدات التكرار مسألك هتشتغل ازاي مسألك الاول هتشتغل على الصيغة الاولية وبعد ما توجدها يقولك اوجد لي الصيغة الجزائقية يبقى انت شغلك على عدد وحدات التكرار احنا نشتغل اولا على الصيغة الاولية بجميع التركات اللي فيها وبعدين هننقل على الصيغة الجزائقية ونشوف هنجيب دي ازاي نبدأ مع بعض اول مسألة ويه بتقول المسألة اوجد الصيغة الاولية اول ما يقولك اوجد الصيغة الاولية في مسألة يبقى وانت مغمض كده هتعمل لي جدول طب هكتب ايه في الجدول تعال اعلمك بص المسألة بتقول ايه مسألة بتقول اوجد الصيغة الاولية المركب يتكون من 24 جرام من الكربون و 4 جرام من من ايه من الهايدروجين اكي معطياتك السيب 12 والإتش بكام بواحد انتفقنا اقصتك في دي بقى اول ما يقولك اوجد الصيغة الاولية قل لي سواني اعمل الجدول ماشي نعمل الجدول كم عنصر موجودين معاك عنصرين تعمليه 3 خانات كي الاولين مين السي الثاني الاتش وتعد واحد اتنين ثلاثة اربعة كيف الجدولك خمسة تحت الجدول اول حاجة ايه كتلة المادة بالجرام كتلة كل واحد في المسألة كام الكربون بيكام باربعة وعشرين يبقى هنا اربعة وعشرين الهايدروجين بيكام باربعة يبقى هنا اربعة اتنين الوزن الزري الاعتوميك ماس بتاعك ايه الوزن الزري اللي هو من دولك ده وزن كل عنصر كام دي كام اتناشر يبقى هنا اتناشر دي كام واحد هنا واحد واحد يقول استنى مصر مش ده لهايدروجين اللي هو موجود لازم اكتبه اتنين لا تكتبه اتنين حالة واحدة اتنين لما يقول لك غاز الهايدروجين وداخل في تفاعل لوحده بصفته انما هيدروجين داخل المركب عدد او الوزن بتاعه تزرر واحدة بواحد اوكي نكمل مسألتنا ثلاث عدد المولات عدد المولات انت خدت قبل كده عبارة عن كتلة المادة على الوزن الزر او كتلة المول يعني ايه يعني هتقسم لتنين دول على بعض 24 على 12 وهتقسم لل4 على الواحد طب 24 على الـ 12 بكام هتقول لي ب2 4 على 1 بكام ب4 طيب عند المولات هنا وتوقف اقصتها هل الاعداد اللي انت حصلت عليها في ابسط صورة ولا مينفع ابسطها هتقول لي لا ينفع ابسطها تبدأ معك الخانة الرابعة ايه ابسط صورة او نسبة ما بين عدد المولات مين الصغير فيهم هتقول لي الاتنين خلاص هاسم عليه هنا واسم عليه هنا كي كي 2 على الاتنين كام واحد 4 على الاتنين اتنين 5 الصيغة الاولية اللي مطلوب اقصتك فيها السي ابسط حاجة لها واحد يبقى سي واحد الاتش ابسط حاجة لها اتنين يبقى اتش 2 هي دي اللي مطلوبة كي الكيميائي التحليل الكيميائي هيديك نسبة كل عنصر قد ايه وبيديك جرامات كل واحد قد ايه بناء على الجرامات وبناء على النسب عن طريق مسائل الحسابية اللي احنا شغالين عليها دي بنستنتج الصيغة بتاع المركب ايه بنعرفها ازاي يعني انت مثلا ملح الطعام رمزه ايه هتقول لها NaCl وانا لو بستك الملحاية ببص عليها كده هلاقي مكتوب NaCl على الملحاية لا طبعا طب العلم عارفوا ازاي انها NaCl يعني سوديوم وكلور عن طريق التحليل الكيميائي طب ازاي تلعت واحد لواحد لمش Na2 CL لمش NaCl تحليل الكيميائي قال لك ان النسب بتاعتهم واحد لواحد يبقى المسائل اللي انت شغال عليها تحليل كيميائي طيب نبدأ نشوف المسائل دي لما يحب يبدأ يزود فيها التركات او يزود فيها نسبة الزكاء هيعمل ايه تعال نشوف اول سؤال بيقول اوجد الصيغة الاولية لمركب عند تحليله اعطى او يتكون من ايه بقى المرة دي انا 75% كربون و25% حيدروجين اوكي ويديكم وطياطك السي ب12 وليتش بكام ب1 اوجد الصيغة الاولية استنى يا مستر ايه هعمل جادول همعنى جادول كم عنصر اتنين تعمل كم خانة ثلاث ماشي مين معايت معايا السي ومعايا الاتش ايه هتكتب هنا 1 2 3 4 وبعدين افلي جادول من تحت 5 الصيغة الاولية يلا افتكر كان مكتوب هنا اول حاجة قطلة المادة بالجرام مستر ده مش مدهاني مر مدين ايه مديني نسب اعمل ايه هو لك اني شايف النزمة مش معنى لان انا ما اجا حولها اضربها في مية واسمها على مية هتطلع لي نفس الرشيو يعني تعمل ايه يعني يا بشا ولك انك شايف دي طب تعمل ايه جرام جرام لان بعد التحويل هتدي نفس النزمة يعني هنا مستر اكتب 75 اه اكتب لي هنا 75 طب وهنا اكتب كم اكتب لي 25 يبقى لما تلاقي نسب لا ما فيش مشكلة بالنسبالي كأنها جرامات بالزبط طب اتنين كتلة المول او الوزن الزر دي بكام ب12 دي بكام ب1 3 ها عدد ايه المولات ماش اللي هو الان اقصته بتبتيسين دي على دي يبقى 75 على 12 25 على 1 اسامة دي يا مستر تلاقي علي الرقم ده 6.25 تلاقي علي هنا 25 ينهر بيد مستر ده في ديسمل ده في كسر ولا يهمك مدام عفوا مدام في مرحلة عدد المولات يطلع لك كسور ما يطلع لكش كسور ولا يهمك ليه في خطوة ربعة جاي خطوة الرابعة بتقول لي ايه ابسط نسبة طب ابسط نسبة دي هنعمل فيها ايه من الصغير في دول هتقول لي ده اسم عليه ماشي يبقى 6.25 هنا وهنا على 6.25 ماشي لما عملت ابسط نسبة كده بقت واحد يبقى انت خلصت من الكسر اللي كان مدايقك او العامل عشري طب اسم دي هتطلع كام هتطلع لك اربعة بالزبط تبقى نسبة كام يا حج C واحد يبقى ان C واحد H4 يبقى هنا H4 اهد الصيغة الاول هي بتاعيه طب افرد يا مستر فافسط نسبة لقيت النسبة طلعال واحد ل2.5 ل2.5 هعمل ايه في الحالة دي هي مسألة وحيدة عندك في المنه بتعمل ايه بتدرب دي في 2 وبتدرب دي كمان في 2 ليه عشان تخلص من النص يعني ايه اخلص من النص اصلا ما فيه صيغة يا ولاد اسمها ايه CH2.5 كلام دا مش موجود الصيغة الكاميائية باعداد صحيحة وليس اعداد عشرية او كسرية واضح طب لما تضرب هنا في 2 هتبقى 2 طب تضرب دي في 2 هتبقى 5 ودي هديك المسألة بتاعتها حالة كده انت اوجدت الصيغة الاولية لمركب تخلي بالك ان الصيغة الاولية اللي انت طلعتها دي بناء على نسب يعني لو داك جرامات انت بتشتغل عادي ما داكش جرامات هتعمل ايه هتشتغل على نسب طب تحول النسب لجرامات هتضرب في مية وتقسم عالمية ونحة تاني نفس الكلام مدام هتضرب في النحيتين في نفس الكلام ولا كأنك شاه في النسبة وتاخد الرقم تعوض بيه عادي جدا كإنو جرامات ليه نفس الرشيو واضح طب بالنسبة للحتة الاخيرة اللي انا اصلتها لما يكون عندك النسب مش طلع برقام صحيح يعني وصلت للخطوة الرابعة ابسط صورة بالنسبة لك وفجأت انها طلع لك بكام طلع لك ب2.5 2.5 واحد 2.5 طب عامل فيها ايه دي هتضربها في 2 طب إيه باسألة اللي موجودة في الماناك تعال نشوفها مع بعض مسألة بتقول اوجد الصيغة الاولية لمين لمرك يتكون من من ايه نسب اه نسب ماشي ايه نسبتاتك قال لك 74 واحد من 10 في المية والتالي كام اذا واباقي كام من المية هنا في المية 74 يعني البندلك 25 وتسعة من 10 في المية صح اه صح ده ايه ده اكسوجين طب وده ايه ده نيتروجين كويس ماشي ها ايكو السيتا الان ب14 طب وده كام ب16 اوجد ايه السيغة الاولية استنى هنعمل ايه جدولنا ماشي مين معاك هنا الان هنا الاو واحد نين تلاتة اربعة ايه في الجدولك وبعدين خمسة هتكتب ايه هنا هتقولي كتلة المادة ماشي بلا ايه بالجرام طب دي نسب احنا اتفق الاكسوجين كام 47 واحد من 10 طب والنايتروجين كام 25 وتسعة من 10 ماشي اتنين كتلة المول كتلة المول بتاعتك انزم دي الاب 16 الان 14 3 ان من ان عدد المول ماشي اسم دي على دي هتطلع لك 1.85 اسم دي على دي هتطلع لك 4.63 تمام طب ايه القصة بتاعتك كده كده مستل طلع ديسمال اه طب هتعمل ايه فيها دي قال لك سواني بقى من الصغير فيهم الاول هتقسم يلا هنسم هنا على كام هنسم على 1.85 يبقى انت بتكلم في ابسط نسبة او صورة ماشي اه وهنا تسم ايه على الصغير خلي بالك يبقى انا باخده الصغير في الاتنين وباسم عليه في الناحيتين دي على دي هتطلع لك بواحد دي تقسمها هتطلع لك بالزبط 2.5 جنبها 0 ما تبصش عليه هي 2.5 على طول يبقى انت كده النسبة في ابسط صورة في اخر خطوة طلع لك واحد لاتنين ونص ينفع اقول الصيغة الاولية هي عبارة عن N واحدة O 2.5 غالط طبعا نعملي في الحالة دي زي ما قلتلك تضرب النسبة كلها في اتنين يعني هنا في اتنين وهنا في اتنين في بعض الطلبة بيدرب دي بس ويسيب دي لا انت بتضرب في ناحيتين دي هتدرب في اتنين هتبقى 2 دي في اتنين هتبقى 5 يبقى يصبح الصيغة بتاعتك N2 O 5 اكي دي كانت منقول من اصعب المسائل اللي موجودة عندنا في حتة النسبة والصيغة الاولية واللي بيظهرلك فيها بعد الخطوة الرابعة كسور يعني طبعلك واحد لبين ونص وعرفت كويس او هتتعامل معاها ازاي كده احنا خلصنا الجزء بتاع الصيغة الاولية طيب الصيغة الكميائية بقى ازاي بيجي اسألتها ازاي تحل عليها اول حاجة بيديها لك ممكن يديك الصيغة الاولية من عندها وحضرتك هتشتغل توجد لي عدد عدد وحدات التكرار او يديك المسألة من بابها بقى يعني ايه توجد حضرتك الصيغة الاولية ثم توجد ايه الصيغة الجزائية طبعا هناخد نوعين النوع الاولاني هو مدينا في الصيغة الاولية والنوع التاني هناخد فيه من الاول خالص هنجيب الصيغة الاولية ثم نكمل المسألة تعال نشوف المسألة بتيجي ازاي وازاي تحلها بصورة سهلة المسألة بتقول اوجد الصيغة الكيميائية او الجزائية لمركب صيغته الاولية هي CH2 ووزنه الجزائي كام سبعين بس اه بس ويديك السيب اتنشر والاتشيب واحد طيب نرجع واحدة واحدة تاني ايه قصتك فيها اوجد الصيغة كيميائية طب القانون كان ايه كان الصيغة الكيميائية تساوي الصيغة الاولية في عدد وحدات التقرار اكيه ده القانون اه طب انت عايز ايه انا عايز دي ماشي يساوي الصيغة الاولية مش الدهالة اه الدهاني رمزها ايه في المسألة CH2 اكيه باي باي ايه طايمز ايه عدد وحدات التقرار دي مش عندك دي تجيبها ازاي بقى ليه قانون لذيذ كده بيقول اعدد وحدات التقرار يساوي الوزن الجزيئي للمركب على وزن الصيغة الاولية بس اه بس طب الوزن الجزيئي هو الدهورك اه كام افهم سبعين ماشي يبقى فوق سبعين على وزن الصيغة الاولية متى وزن دي اوزنها ازاي ما هم اديك اهو يبقى وزن الصيغة الاولية سي زائد اتش تو السي باثناشر زائد اتش تو يبقى واحد في اتنين تطلع بكام باربعتاشر شكر جرام برمون يبقى هنا يا مستر وزن الصيغة الاولية ايهو 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 خلاص سبعين على اربعتاشر هتطلع كام خمسة شكرا يبقى انت حصلت على دي كام يا مستر خمسة تبقى تعالى نضرب تدرب ازاي بقى عشان الغلاطات بتيجي هنا اول طالب يعمل ازاي خمسة بسي اتش تو يبقى خمسة سي اتش تو يلا خلاص غلط تدربها ازاي سي في خمسة يبقى سي خمسة دي كام اتنين في خمسة بقى عشر يبقى اتش عشر دي كده الصيغة الكيميائية اللي احنا عايزنا بقي ناخد مسألة كمان مسألة اللي جاية هناخدها بقى من بابا يعني ايه يعني هنوجدها الاول الصيغة اولية وبعضين نشكمل عليها ونوجد صيغة جزائية تعالى نشوف المسألة بتقول ايه مسألة بتقول اوجد الصيغة الكيميائية لايه لمراكب ماشي يتكون من هتكون من ايه هايا نشوف اربعة وعشرين جرام من الكربون اكي وبعدين اتنشر جرام لا خليها اربعة جرام من الهايدروجين اكي اكي ووزنه الجزائي مال كام هتقول لي يا سيج تنقول سبعين خليها سبعين تفانا علما بقى ان السي بتنشر والإتش بواحد نبدأ مع بعض اوجد ايه الصيغة الكيميائية حاضر اكتب قانون الصيغة الكيميائية يبقى الصيغة الكيميائية مال عبارة عن الصيغة الاولية مضروبة في عدد وحدات التكرار كي طب يا باشا هو مش بيديني اصلا صيغة اولية يبقى انت هتوجد مين هتوجد الصيغة الاولية اولا طب صيغة اولية نعلمتك هتعمل ايه جدول كي اشتغل ها هنا مين هنا السي هنا الاتش عد واحد اتنين ثلاثة اربعة ايه في الجدولك في الاخر خمسة تعالى نمشي واحدة واحدة كتلة المد اوكي كام هنا اربعة وشرين كام هنا اربعة الوزن الزري او وزن المول كام في اتناشر هنا واحد ثلاثة ان اللي هي عدد المولاد تسم دي على دي تطلع لك اربعة اربعة وشرين على اتناشر فيها كام فيها لي اتنين ابسط نسبة لا ايه مستر بقى لسه فيه ابسط نسبة كام هاسم على اتنين هنا على اتنين هنا دي على دي بكام بواحد دي على دي كام باتنين اه يبقى الصيغة الاولية ايه سي واحد اتش اتنين كده انت اوجدت دي يبقى هنا مستر فيه سي اتش تو باي فاضل لك مين وحدات التكرار طب هتعمل ايه القانون اللي انت استواخده وحدات التكرار تساوي ها الوزن الجزئي على وزن الصيغة الاولية الوزن الجزئي ايه لك في المسألة كام سبعين يبقى هنا سبعين اوزن دي احنا وزنناها من شوية سي اتش تو توزنها ازاي سي زاد الاتش تو ابعدهم كده عن بعض الس بكام باتناشر واحد في اتنين بكام باتنين اوكي يبقى بالتالي معانا دي هتطلع كام اربعتاشر اوكي طب اربعتاشر تحط فين حطلك هنا يبقى سبعين على باتناشر بكام هتطلع لي بخمسة يبقى هنا خمسة هتعمل ايه دلوقتي هيبقى حضرتك دلوقتي هتضرب الخمسة في الس اتش تو طب اضرب هالي كده زي معلمتك سي في خمسة سي خمسة اتش في اتنين مع عشرة اتش عشر اوكي اوكي ده السؤال احنا كده اتكلمنا فيه جبناه كلمت فيه عن الصيغة الاولية وبعدين بعد ما جبت الصيغة الاولية جبت عدد وحدات التكرار ضربت اتنين في بعض طلعت الصيغة الكيميائية المطلوبة منها طب هممكن يبقى المركب فيه اكتر من عنصر يعني احنا اشتغلنا هنا على طول على اتنين سي و اتش ان و او هممكن يتواجد سي وال اتش وال او في مركب واحد او بدل ما تعمل جدول خانتين او ثلاثة لا تزود خانة على حسب العناصر اللي موجودة عندك طب فيتركات تاني موجودة او فيترك بسيط خلي بالك منه لو اداك نسب لازم مجموع النسب بتاعتك يساوي مية في المية يعني ايه يعني مثلا يقولك مركب مكون من كربون وهايدروجين واكسوجين نسبة الكربون 40% طب نسبة الهايدروجين 50% وسكت وتيجي تحل هو مش بديك الاكسوجين بكام هتولي استال ده 40% وده 50% يعني 90% فاضلك كام على 100% هتولي فاضل 10 بتاعت الاكسوجين يبقى الترك الوحيد هنا في الحتة بتاعت النسب ان لازم تجبع مجموع النسب بتاعتك في المسألة يطلع لك 100% اوكي ده كان درس اسمه الصيغة الكيميائية عندنا الصيغة الاولية والصيغة الجزائية في صيغة تالتة اسمها الصيغة البنائية في الصيغة البنائية بقى بنوريك ازاي العناصر بتتحد مع بعض والنوع الروابط بنائية بس ده مش عندنا في المنهج المرادة فاضل حتة صغيرة اللي هي الوزن او بنسميه النسبة المقوية ازاي تحسب نسبة وقوية العنصر داخل مركب ازاي تعال نشوفها كده مع بعض في عجالة سريعة قبل موقت برنامج ماينته بس يا سيدي سيدي مثلا نقول لك ايه احسب النسبة المقوية لعنصر الكربون في مركب كربونات الكالسيوم علما بان السي اي باربعين السي باثناشر ال او بستاشر مبدأيا كربونات الكالسيوم الرمز هتقول لي سي ايه سي او سري اوكي او جدوازه حاضر هتقول لي سي ايه زائد السي زائد ال او سري بانت بتقسمها لي تبعدهم عن بعض طب السي ايه بكام باربعين حطي الاربعين زائد السي بكام باثناشر زائد ستاشر في تلات تمام المجبوع كام هتقول لي مية اجلو لك لو سمحت مش هقول لك بقى الكربون وبس لا هتلي نسبة الكالسيوم هتلي نسبة الكربون هتلي نسبة الاكسوجين هتقول لي حاضر هتقول لي يساوي الكالسيوم فين اهو وزنه كام اربعين حط اربعين وزن المركب كله كام مية حط مية في مية تطلع لك اربعين في المية كربون تحتها كام اتناشر يبقى اتناشر يا مستر على مية في مية تطلع بكام باثناشر في المية طب الاكسوجين كام تعالى لي هنا دول ستاشر بس مضربين في تلاتة اتخذها زي ما هي ستاشر في تلاتة على وزن المركب مية في مية تطلع تمانية واربعين في المية جماعة دول هيتلع لك مية في المية يبقى انت شغال صح يبقى بصفة عامة اما تيجي تحسب النسبة المقوية قانونها بيقول ايه وزن العنصر على وزن المركب مضربين في مية طيب القانون ده ممكن منه بيرح واخد منه كده مسألة ويتدخلك فيها على عدد المولات ازاي تعال نشوفها القانون نكتبه مرة تاني وتعال نشوف المسألة القانون بيقول النسبة المقوية بتساوي وزن العنصر على وزن المركب في كام في مية طيب لو انا اديتك النسبة المقوية وديتك وزن المركب تقدر تجيب وزن العنصر اه هتعمل ايه هتعمل معص يبقى وزن العنصر هيساوي ايه هتقول للنسبة المقوية في وزن المركب على مية اسألة سريعة كده بتقول احسب عدد مولات الكربون في مركب وزنه كام ثمانية وعشرين ماشي ونسبة الكربون في خمسة وتمانين وسبعة من عشرة في المية اعلم اللي بقى الناس سي بتناشر احسب عدد مولات اه لا احسب عدد مولات محتاج وزن العنصر طب هو مديني ايه مديني وزن المركب ومديك ايه مديك نسبة يبقى تقول لي وزن العنصر هيساوي نسبة المقوية اللي هو مدهاني خمسة وتمانين وسبعة من عشر في كام في تمانية وعشرين على كام على مية يطلع لك وزن الكربون طب هو عايز عدد مولات عدد المولات هيساوي ايه وزن العنصر اللي هي القتلة بالجرام على وزن المول طب دي هتطلع لك بالزبط حوالي تلاتة وعشرين وتسعة من عشر يبقى هنا تلاتة وعشرين وتسعة من عشر على اتنشر تطلع لك حوالي اتنين مول بنهاية المسألة دي وقتنا معاكم انتهى ارجو لكون بيف خفيف عليكم وفيتكم على قد ما قدرت ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته